اعزائي طالب الطالبات دبلوم المدارس الصناعية تخص الالكترونات اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الالكترونات كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة على تعريف التعديل الترددي وعرفنا التعديل الترددي واتكلمنا على دائرة بسيطة بيتم عن طريقها التعديل الاشارة تعديل الترددي اللي استخدمنا فيها سنائي الفراكتور او سنائي الفريكاب وعرفنا ايه هي الخواص اللي هي بيتميز بها سنائي الفريكاب وليه استخدمناه في دوائر التعديل الترددي هنتكلم النهاردة على الرسم التخطيطي لجهاز إرسال التعديل الترددي اللي هو ال-FM جهاز الإرسال بتاع التعديل الترددي اللي هو ال-FM وهنتكلم على رسم تخطيطي زي بالظبط ما اتكلمنا على رسم تخطيطي لجهاز الإرسال ال-AM هنتكلم برضو على رسم التخطيطي لجهاز إرسال ال-FM أنا عشان أعرف زي ما قلت يعني أعرف المراحل بتاعتنا كل مرحلة تعمل إيه بالزب ده رسم تخطيطي يبقى بلوكات يبقى كل بلوك لازم أعرف فائدته إيه لو نفتكر في الرسم التخطيطي بتاعت تعديل الام شفنا مجموعة بلوكات وقلنا تفيه ثلاث أقسام ليه قسم الصوت وقسم توليد ترد العالي وقسم التعديل وقلنا كل قسم فيه مراحل معينة وشرحنا كل مرحلة وقلت لك قبل كده في أول حلقة تكلمنا فيها عالم مادة النظم قلت لك إيه اللي حيفهم جزء كويس جدا حيريحه بقية أجزاء أو بقية الأجزاء اللي جاية لأن كل الشغل بتاعنا مرتبط ببعض يعني إيه الكلام ده يعني نتكلمنا فيه القسم أو في التعديل الام اللي وعلى اسم التخطيطي تكلمنا عن قسم الصوت تكلمنا عن فائدة الميكروفون فائدة مكبر ترد الصوتي فائدة وحد التوريف الهوائي فائدة مكبر الترد العالي مكبر القدرة ترد العالي فائدة هواء الإرسال فائدة المزبزب كل ده تكلمنا عليه فين في الرسم التخطيطي لجهاز الإرسال الام النهاردة هنتكلم على رسم التخطيطي بتاع جهاز الإرسال الام وحلاحظ ان البلوكات اللي احنا تكلمنا عليها في الام هلاقي بلوكات زيها في الام حلاقي ميكروفون حلاقي مكبر ترد الصوتي حلاقي مزبزب موجود برضو مكبر قدرة بتاعت رد العالي موجودوا على التوليف الهوائي موجود هواء الإرسال اذا انا فهمهم من مين من الام يبقى لما اجتكلم عليهم في الام سهل جدا ان انا اقول كل مرحلة بتعمل اي تعال اول نشوف المراحل بتاعت جهاز الإرسال او رسم التخطيطي الام هبصي لقيها في عندي ميكروفون في مكبر ترد صوتي في صمام ومنع وده الجديد اللي علينا اللي احنا ما شفناهوش فين في الام في مزبزب رئيسي شفناه في الام زي الميكروفون ومكبر تردد صوتي في مضاعف تردد وده شفناه برضو في الام في مكبر قدرة تردد عالي شفناه برضو وفي وحد التوليف الهوائي وهوائي الإرسال كل دول شفناهم في الام تعال شوف الرسمة التخطيطية بتاعت جهاز إرسال الام ونشرح عمل كل مرحلة فيها بتعمل ايه بالزبط نشوف الكلام ده على شاشة الرسمة التخطيطية لجهاز إرسال الام ادي الرسمة التخطيطية تبدأ بمين؟ بالميكروفون وده هيحول الإشارة الصوتية إلى إشارة كهربية متغيرة في الجهد والتردد على حسب قوة الصوت نفسه مكبر التردد صوتي وده هيكبر الإشارة الكهربية المعبرة عن الصوت كل ده على فكرة خلي بالك دي الموجة المحمولة هيكبرها هيكبر جهد الخارجة من الميكروفون إلى المستوى المطلوب لتشغيل صمام الممنعة اهو الصمام الممنعة ده موجود في داخل الأوسليتور ومتوصل بايه في داخل الأوسليتور متوصل بدائرة رانين دائرة رانين دائرة الرانين دي في داخل الأوسليتور لو اتغيرت الممنعة ركز كويس قوي طب الممنعة ديتغير من مين؟ من الإشارة اللي هي بتاعة الموجة المحمولة هتتغير الممنعة هنا يتغير خلي بالك معايا ممنعة الرانين نفسها دائرة الرانين اللي موجودة في لين؟ داخل الأوسليتور لما تتغير ممنعة الرانين دي في داخل الأوسليتور هيتغير التردد بتاعه على حسب مين على حسب الموقع المعبرة عن الصوت اللي هي الموقع المحمولة يبقى اشره اللي خارج الاثلرات cola هي طالعة متغيرة التردد تحت متغير على حسب مين على حسب الموقع المحمولة وده اللي احنا عرفناه اللي هو ال frequent modulation تعاني شوف بقى المزابزب زي ما قلت لك ده هو اللي بيبتدي يخرج الاشارة اللي هي متغيرة في التردد على حسب التغير في الإشارة الصوتية أو المعبرة عن الصوت مضاعف تردد هيبتدي ضاعف تردد الإشارة اللي خارجة من المزابزب الرئيسي مكبر قدرة هيكبر قدرة الإشارة مكبر قدرة تردد عالي يكبر قدرة الإشارة اللي خارجة من مضاعف التردد كل الكلام ده عشان يقدر يبعثها لمسافات بعيدة وحدة توليف هوائي أو وحدة التوافق زي ما احنا قلنا تتسمى بالإسمين ودي بتعليق بسمها الماتشنج سيركيت أو دائرة التوافق ودي بتعمل إيه بتعمل توافق بين خارج مكبر القدرة ودخل الهوائي دي اللي هي وحدة مين توليف الهوائي في عندي بعد كده هوائي الإرسال اللي هو الترانسميتر أنتنة ده بيعمل بيحول الإشارة اللي خارجة من وحدة توليف الهوائي من إشارة كهربية إلى إشارة كارومانتصية ويبتدي ينشرها عبر الأسير خلي بالك بقى معاه احنا اتكلمنا دلوقتي على الرسم التخطيطي بتاع كل مرحلة بتعمل إيه طب لو اطلب مني شرح مرحلة معينة طبعا نحن نشرح المرحلة كلها ليه بنشرح المرحلة كلها ونكتب كل مرحلة بتعمل إيه عشان أنا ممكن يطلب مني في الامتحان يقول لي أذكر فائدة كل من المايكروفون مضاعف التردد وحدة التوافق أو التوليف الهوائي في الرسم التخطيطي لجهاز الإرسال الـ FM خد حاجات معينة هوا ما خدش الرسمة كلها وممكن تيجي كلها وضح بالرسم التخطيطي مراحل جهاز إرسال الـ FM بس خلي بالك بقى معايا وركز في الكلام اللي هقول سواء الطلب منك مرحلة معينة أو مرحلتين أو تلاتة في الجهاز وتقول لي فايدتهم إيه أو الطلب منك رسم التخطيطي للجهاز كله لازم أنت في دماغك وفي ذهنك الرسم التخطيطي للجهاز كله هتقول لي يا أستاذ طب دلوقتي هو الطلب مثلا مرحلة معينة طلب مثلا فايدة مكبر التردد الصوتي خلي بالك أنا عشان أقدر أقول فايدة مكبر التردد الصوتي لازم يبقى عارف اللي قابله وعارف اللي بعده لأن المكبر ده بين مرحلتين بين ومين ومين أنا عشان الرسمي في دماغي فبقول بين المايكروفون وبين صمام الممنعة طب مكبر التردد الصوتي ده هيعمل إيه هيكبر الإشارة اللي خرجه من المايكروفون اللي هو قابله لو مرحلة اللي قابل مكبر التردد الصوتي بيكبرها إلى المستوى المطلوب لتشغيل المرحلة اللي بعده اللي هي صمام الممنعة يبقى أنت عرفت دلوقتي الكلام ده اللي مقصود بإيه لما طلب منك مرحلة لازم تبقى عارف اللي قبلها واللي بعدها ما أنا مش عارف بقى يطلب أنا مرحلة فيهم إذن طبعا ما مش عارف أنا مرحلة هتطلب فيهم يبقى خلاص يبقى لازم المرحلة كلها تكون في دماغي وتكون في ذهني تعاني شوف بقى المرحلة دي مرحلة مرحلة هنتكلم عليها إزاي نشوف الكلام ده على الشاشة هنبتدي نشوف كده أول مرحلة بص المايكروفون فايدته إيه فايدته بيحول بص يقوم بتحويل الاهتزازات الهوائية اللي هي الإشارة الصوتي اللي هي الموسيقى أو الكلام إلى جهود كهربية طبعا دي إشارة كهربية طبعا ليه جهود ده هتإنها متغيرة الصوت دي لو وينخفض إلى جهود كهربية متغيرة اللي هي الإشارة كهربية تتناسب في شدتها وترددها حسب درجة الصوت يعني حسب الصوت يكون عالي أو منخفض ومرتفع أو منخفض مكبر تردد صوتي شوف لازم زي ما قلتلك في زهني المرحلة اللي قبله واللي بعده ليه نقول مكبر تردد الصوت يقوم بتكبير جهد الإشارة خلي بالك أهو الخارجة من مين من الميكروفون أهو بانت بانت ليه بقى بانت بقول بانت عايز المرحلة اللي قبله اللي هو مين اللي هو الميكروفون هو بيكبر الإشارة للمستوى المطلوب ليكبر جهد الإشارة الكهربية الخارجة من الميكروفون إلى المستوى المطلوب لتشغيل مين صمام الممانعة اللي هو بعده حتى يؤثر على ممنع الدخل الأسليتر اللي هو المزابزي صمام الممانعة نشوف بقى بيعمل إيه زي ما قلت لك حيث يوصل صمام الممانعة بالتوازي مع مين مع دائرة رانين في دخل المزابزب يعني هو واصل مع دائرة موجودة في دخل المزابزب وداية رانين دي اللي بتحكم طلب دول مزابزب في دخل المزابزب الرئيسي وعندما تدخل الإشارة الصوتية تتغير ممانعة بالتالي تتغير ممانعة دائرة رانين اللي هي ممانعة رانين نفسها اللي هي موجودة في دخل مين في دخل المزابزب وبالتالي يتغير ترده مزابزب تابعا للموجة الصوتية اللي هي الموجة المحمولة صمام الممانعة اللي هو المزابزب الرئيسي طبعا هي صمام الممانعة واصل مع الرانين داية الرانين اللي موجودة في دخل المزابزب الرئيسي المزابزب الرئيسي ده هيعمل إيه يقوم المزابزب الرئيسي بيعمل إيه بتوليد موجة معدلة تعديل ترددي يعني متغيرة في التردد على حسب تغير ممنع الدائرة داخل المزبزب طبعا لأنه إحنا سعيدين الممنع التعديل الرؤونين بتتغير معها على حسب الموجة الصوتية أو المحمولة وفقا لاتساع الموجة الصوتية هقف هنا وفقا لاتساع الموجة الصوتية زي ما قلت لك قبل كده في النصف العلوي ألاقي التردد عالي في النصف السفل ألاقي التردد قل وهكذا قدل لمقصود بكلمة وفقا لاتساع الموجة الصوتية وبذلك يكون قد تم التعديل الترددي ناخد مضاعف التردد وده بيكون بمضاعف التردد الزبزبات الخارجة من المزبزب الرئيسي وهي الموجة المعدلة تعديل الترددي ده المزبزب أو مقاسف مضاعف التردد نشوف مكبر قدرة زي تردد عالي نكبر القدرة يكون بتكبير قدرة الإشارة المعدلة الترددية بحيث يمكن إرسالها لمسافات بعيدة يبقى ده فايدة الباور أمبلفاير نشوف وعدة توريف الهوائي دي بتكون بعمل توافق بين ممنعة دخل الهوائي المخافضة وممنعة خارج مكبر القدرة العالية عند تردد الإرسال حتى يمكن وصول أكبر قدرة ممكنة إلى الهوائي ده فايدة مين؟ فايدة وحدة توريف الهوائي أو وحدة التوافق كل دول ممكن يتقال عليهم الاسمين دول الاتنين دول وحدة توافق أو وحدة توريف الهوائي الاتنين صح نشوف بقى هواء الإرسال وده بيقوم بتحويل الإشارة الكهربية للإشارة المرسلة المعدلة FM إلى إشارة كارومغناطيسية تنتشر عبر الأسير ده الرسم التخطيطي بتعمين جهاز الإرسال FM نشوف كده الشكل العملي لجهاز إرسال FM خلي بالك بقى معايا لما نجي نتكلم على الشكل العملي بتاع جهاز إرسال FM عندنا في المعامل وحدات إرسال FM أو جهاز إرسال FM أنا دلوقتي بقول للمدرس بتاعي أنا عايز أشوف الشكل العملي أو عايز أشوف جهاز الإرسال بتاع FM طبعا خلي بالك معايا كويس قوم الكامل بقول طبعا المدرس بيعرضوا كله للطلبة كلها بس أنت عشان تستفيد وتفهم وتزود عمق تفكيرك في فهم الجهاز ده لازم يكون في دماغك الرسم التخطيطي الرسم التخطيطي الرسم النظري اللي إحنا نرسل مكلمين عليه هتقول لإحنا نشوف الرسم النظري ولا العملي لا ده العملي هو اللي حيثبت لك النظر في ذهنك ولازم الكلام اللي أنا قلته في الرسم التخطيطي اللي هو النظري لازم أشوفه في العملي يعني مايكروفون مكبر الكلام ده كله وحده التعديل مزابزب الكلام ده كله لازم أشوفه لأن زي ما احنا قلنا العمل ده ما هو إلا تطبيق للنظري طيب أنا لما يكون في ذهن الرسمة بتاعة جهاز الرسال الـ F-M الرسم التخطيطي عارف فيه مايكروفون فيه مكبر فيه مزابزب فيه مصمم ممنع فيه وحدة مكبر تردد عالي اللي هو طبعا قدرة وفيه وحدة توريف هوائي وفيه هوائل الرسال يبقى لازم الكلام ده أشوفه أنا داخل المعمل وفي ذهن الكلام النظري الرسم التخطيطي هيبتدي المدرس يبتدي يوريين الجهاز دي مرحلة مكبر ده ميكروفون ده هوائي إرسالي بقى أنا عارف الكلام ده تعال نشوف بقى الشكل العملي لجهاز الإرسال الـ F-M اللي هو موجود عندنا في المعامل بتاعتنا تعال نشوف الكلام الشكل العملي لجهاز الإرسال الـ F-M قادي الشكل خلي بقى معايا شوف الكلام اللي احنا كله بنتكلم عليه موجود ولا مش موجود موجود لأننا بدأ بمين؟ بدأ بالميكروفون هو والمكبر عندي اللي هو الـ Audio Frequency المكبر التردد الصوتي موجوده عندي ومتنين مرحلة تكبير مرحلة تكبير أولى اللي هو الـ Audio Frequency مكبر الأولاني وـ Audio Frequency مكبر التاني يعني التكبير عندي مرحلتين وعمل لترامس شكل الترانزستر اللي هو بيقومون بعملات التكبير هنا أقسام التردد مرحلة دي اسمها أقسام التردد اللي هو بنسميها الـ Frequency Division ويجي عندي مرشح الـ RF ومرشح الـ RF اللي هو Radio Frequency ومرشح الترددات العالية اللي هو بعد مين؟ بعد أقسام التردد يبقى فيه عندي هنا كمان مرشح أهو مرشح الـ RF وبعد كده أشوف مرحلة التعديل المديريش ناحية شوف التردد أهو بتاع الكارير وهنا مرحلة التعديل الدخل قال دي إشارتين دخل إشارة التردد المخفض وعتبتدت غير لي في تردد المزبزب آه دي المزبزب الرئيس اللي هو Radio Frequency أهو أهو وآدي هواء الإرسال موجود معايا أهو برضو عشان اللي بأخذ منه الإشارة الكهرومغناطسية اللي هو حولها من كهربية إلى كهرومغناطسية وده خارج داية الخارج بتاعة ال Radio Frequency داية الإخراج ودي أقسام برضو التردد لأجزاء معينة عشان اللي أنا عايز أشوف برضو التردد اللي أنا عايز أبعته أشوفه هنا على المبين بتاعي دا طبعا هنا في عندي داية البورسة اللي اللي هي بتغزي كل مراحل الجهاز أهي كل دا دخل على دايرة هنا وبرضو دخل على دايرة هنا وهنا دا الشكل العملي تعالي نشوف بقى دايرة عملية لجهاز الإرسال ال F M ركز بقى معايا كده دايرة عملية ممكن أنت خلي براك بقى معايا لما أجي أتكلم على الدايرة العملي بقول دايرة ما أقولش رسمه تخطيطي دايرة بتاعت إرسال F M دايرة يبقى أخش في عناصر وقومات مكسفات تردستورات وعكذا زي ما حنشوف الدايرة النظر اللي بعد كده إنما أنا دلوقتي لو جيت شفت الرسم التخطيطي في دماغي وشفت برضو خلي براك بقى معايا من شوية شفت مين شفت الجهاز بلو العملي اللي موجود في المعمل وأنا ممكن أعمل دايرة F M آه ممكن أعمل دايرة F M بسطة جدا على بورد صغير وبستخدم فيها الـ IC اللي هي الثلاث خمسات بستخدم فيها الـ IC اللي هي الثلاث خمسات ركز بقى معايا في الكريم اللي أنت عشان تعمل دايرة عملي لازم تبقى أول حاجة طبعا فاهم القيم بتاعت كل عنصر موجودة طبعا مكسفات مكتوبة عليها وعرف إزاي أراها المقاومات تعرف رقماتي طبعا كلام دا كله وخدناها في سنة أولى قيمة المقاومات بالألوان الترانزسترات اللي عندي لازم أعرف إزاي أحدد أطرافها مهم للغاية أن أنا أعرف أحدد أطراف الترانزستر البيس فين كولكتور فين الامتر فين وده واصل بيه وده واصل بيه وده واصل بيه نشوف بقى الدايرة ونشوف دايرة بصة جدا أنت ممكن تعملها لأن الدايرة عليها القيم بتاعتها ودوار اللي حنتكلم عليها عليها أي دايرة حنتكلم عليها عمليا اللي هي الدايرة العملي عليها القيم بتاعتها بحيث ليه وانت عايز تنفزها إيه بقى تنفزها وسائل جدا تعال نشوف بقى على الشاشة الدايرة دي شكلها إيه وكل عنصر فيها نشوف قيمته قد إيه نشوف الكلام دي على الشاشة هنا عندي بص مكتوب كده عنوان فيه دايرة خمسات احنا عرفين الـ IC تلاتة خمسات FM ترانزميتر دايرة إرسال FM باستخدام الـ IC اللي هو تلاتة خمسات اللي هو دايرة تعديل تردودي تعديل مين تعديل تردودي تعال نشوف بقى الكلام دا حيتم إزا بص بقى خلي باكمة معاه لو بصت كده في دا أول الدايرة كده على اليمين اهو جزء معين باين وواضح خالص اهو مكتوب عليه مايك واحد اهو قدي مايك وبعدين المايك دا حيتبدي يخش على دايرة الـ IC اختارة خمسات اختارة خمسات دي هي اللي بشغلها بص بشغلها وخلي باك بقى معاه الإشارة الصوتية هتخش على المايك يحولها لإشارة كهربية الإشارة كهربية تخش على الأسليتور اللي هو التات خمسات تبتدي تغير في الإشارة اللي خارجها بتاعت التردد تعال نشوف القيم أول حاجة عندي دا المايكروفون هو المايكروفون في مكسف اهو بتاع قابلينج عشرة نانو فراد وأنزل تحت ألاقي المكسف التاني دا سي تلاتة سي واحد اهو واحد نانو فراد وبعدين عند إي سي تات خمسات وبعدين أبصه فوق ألاقي فيه مكسف سي تنين اللي هو عشرة نانو فراد وبعدين عند مقاومتين المقاومة الأولانية اللي أر واحد دي واحد كيلو أم ونسبة الخطأ بتاعتها زائد أو ناقص خمسة في المية دا دي ونفس الكلام هنا أر اتنين عشرة أم ونسبة الخطأ برضو خمسة في المية زائد أو ناقص خمسة في المية لو بصيت الناحية التانية هلاقي فيه مقاومة R3 ودي قيمتها واحد كيلو وعندي المقاومة متغيرة اللي بيتومشومتر اللي هي قيمتها B1D اللي هي خمسة كيلو دي القيم بتاعتنا وده Q1 اللي هو الترانزيستور اللي هيبتدي نوصله مع الـ IC وبعد كده على الأنتنة اللي هي الهوائي والدالة دي بتشتغل على بطارية قيمتها الـ 9 بولت تشتغل على دائرة بتاعت مصدر تغذية DC 9 بولت دي دائرة بسيطة جدا لجهاز إرسال FM تعاني نشوف فقا دائرة تاني دائرة برضو بسيطة جدا وسهلة جدا تتعمل برضو بنبدأ بالمايك وبعدين فيه مقاومة 100 اوم وبعدين فيه مكسف كيميائي واحد مايكروفراد وبعدين عندي فيه مقاومة تاني تسعة وتلاتين كيلو اوم اهي ومكسف واحد نانو فراط وهنا دائرة الأسليتور خلي باك دي دائرة أسليتور على بالك اهي ال وسي السي قيمتها تلاتة وتلاتين بيكو فراط والل طبعا اللي هو ملف بعدد اللفات هنا فيه مكسف تاني عشرة بيكو فراط وفيه مقاومة هنا 100 اوم وديه البطاريات بتاعتنا اللي هي واحد ونصف الحجر القلم اللي احنا بوله عليه خلي باك بقى معي أنصر أساسي في الدايرة فين مكسف آسف الترانزيستور سي 18-15 طب دي أنا عندي الترانزيستور اهو والشكل بتاعه موجود بس فين أطرافه خلي باك بقى معي فين مين أطرافه ماقدرش أنفز الدايرة ولا أقدر أبتدي أوصل أو ألحم أطراف الترانزيستور غير لما عرف كل طرف رايح فين وفين طرف البيز وكل كوليكتور والقمتر لسه أيل وانا عشان أحدد أطراف ترانزيستور زي ما قلتلك زمان كان عندنا اللي هو الجزء اللي خاص بمين بالداتا شيت الداتا شيت ده كان ايه كان كتاب على فكرة الداتا شيت فيه داتا شيت للترانزيستورات وداتا شيت لمين للأي سيز الداتا شيت للترانزيستورات أنا عايز أعرف أطراف ترانزيستور معين بأخذ الرقم بتاعه اللي عندي زي ما احنا قلنا سي 18-15 وابتدي أشوفه في الكتاب ده أو في الداتا شيت أطلع الصفحة بتاعته طبعا على حسب الفهرس بطلع الصفحة بلاقي ايه في الصفحة بتاعت الترانزيستور ده العنوان عندي سي 18-15 ابتدأ لقي جدول في الداتا شيت بيديني أقصى طيار وأقصى جهد والتراد اللي بيشتغل عليه الترانزيستور كل دي بيانات مكتوبة مش بس كده وروح مديني رسمة الترانزيستور ويعرفني في الرسمة إزاي أحدد أطرافه يقولك مثلا خلي الكتابة للوجه ويبقى الطرف اللي على الشمال مثلا المتر ولي في النص واللي على اليمين المتر اللي هو ماتات أطراف بيوصف لي يعني المقصود من كلامي إن الرسمة بتوصف لي أطراف الترانزيستور عشان أقدر أوصله صحة طب أنا عندي دلوقتي كل حاجة في الدارة أنا فاهمها مش فاهم أطراف الترانزيستور اللي هو C18 15 دلوقتي بقى سهل جدا بالنسبة لنحن بنخش على النت وروح كتبين أطراف الترانزيستور شوف الكلام الزمان كان إيه كان فيه تعب شوية وفيه مشقة فيه أطراف بكتب كده الترانزيستور C15 أو 18 15 يجيين على طول الشكل بتاعه ويديني بياناته على طول عشان كده بنقول زمان كان فيه مجهود شوية إنما دلوقتي بقيت العملية سهلة شوية تعالي نشوف الترانزيستور اللي هو C18 15 إزاي بحدد أطرافه عشان أقدر أوصله في الدائرة توصيل صح تعالي نشوف الكلام ده على الشاشة هاجي بقى أشوف دلوقتي أطراف الترانزيستور C18 15 قد الترانزيستور شوف خلي بالك بقى معي C18 15 أول حاجة عمل الرسمة بتاعته النظري وعرفت من الرسمة النظري تحديد نوعه إن الترانزيستور ده NBN السهم الخارج وفيه اطراف طبعا والبيز والإمتر فالنظري ده ما عرفه مش المعنى اللي عوحيد بس اللي عرفه اللي هو ده عشان عليه سهب والبيز ده الرسم النظري إنما أنا في العمل ما عرفش فين ده فين البيز خلي بالك لو ما عنديش الداتا اللي تحت دي يبقى خلاص دي أطراف تلات أطراف توصيل أنا ما عرفش فين الكلكتور وفين الإمتر وفين البيز هو بيقول لي بقى خلي وجهة الترانزيستور ديك انت في وشك يعني الكلام في وشك أهو C18-15 وخلي بلك بقى معايا بقول لك الطرف اللي على الشمال ده الكلكتور ده المجمع والطرف اللي في النص البيز والطرف اللي عليمين خالص ده الإمتر يبقى أنا كده عرفت أحدد نوع الترانزيستور وفي نفس الوقت كمان أحدد أطراف عشان أقدر أوصله صحفين في الدائرة تعال نشوف فقا دائرة إرسال تعمل بنظام تعديل التردد FM الله يا أستاذ ما نحن كنا بنتكلم فيه بنتكلم كنا بدائرة بسيطة إنما دلوقتي هنتكلم على دائرة إرسال كاملة والدائرة تانية ملكتش كاملة لا كاملة بس دائرة الإرسال هنتكلمنا عليها واحدة كايب بالتلات خمسات من IC 35 واحدة كايب بالترانزيستور الوأسي 18-15 إما الدائرة هنتكلم عليها إيه لأ دي فيها أربع ترانزيستورات فيها أربع ترانزيستورات فيها ترانزيستور شغال كمكبر تقدر صوتي فيها ترانزيستور معاها دائرة التعديل وفيه ترانزيستورين تانيين شغالين كمكبرات طب أول مقول دائرة يبقى فيها عناصر إلكترونية خلي بالك بقول دائرة إرسال جهاز FM خلي بالك في فرق بين رسم تخطيطي جهاز إرسال FM اوعى تلخبط اوعى تتسرع وانت بتقرأ أسئلة في الامتحان شوف كلمة رسم تخطيطي لجهاز إرسال FM دائرة إرسال FM مع السرعة والاستعجال في الامتحانات والكلام ده حنقوله في الحلقة اللي خاصة بمراجعة فيه شوية حاجات كده نقولها لك عشان تبقى مركز فيها عشان ما تضيعش منك إيابة سؤال أو درجة سؤال شوف اللي بتكلم بقوله دائرة جهاز إرسال FM أول ما أقول دائرة تبقى أنت عارف على طول أن فيها مقاومات ومكسفات وترانزيسترات ده اللي ترسمه إنما لو قلت رسم تخطيطي ما شوفناش مقاومات في رسم التخطيط ولا مكسفات نشوف البلوكات اللي هو البلوك دايران تعال نشوف بقى الدايرة بتاعة جهاز الإرسال FM اللي بتتكون من أربع ترانزيسترات ونقول كل عنصر فيها بيعمل ايه ونقول طريقة عملها كمان تعال نشوف الكلام دايران دايران دائرة إرسال تعمل بنظام تعديل التردد اللي هو الـ اللي هو FM الدايرة دي زي ما أنا قلت لك بتتكون من أربع ترانزيسترات بتتكون من أربع ترانزيسترات تتكون الدائرة من عدد أربع ترانزيسترات نشوف كده الله خلي باكبأ معنا دا الأستاذ ضحك علينا لا حكتش عليه دا أنا لسه بقول هشرح دايرة والدايرة فيها مقاومات ومكسفات وترانزيسترات وكلام يا أستاذ رح تحط لها نسيت أنت يا أستاذ ورح تحط الرسم التخطيطي اللي احنا خلصناه لا منسيتش منسيتش دا أنا عايز أفكرك إيه اللي أنت حتشوفه في الدايرة التفصيلية اللي فيها الأربع ترانزيسترات عايز أفكرك بالرسم التخطيطي بقولك أنت لازم تشوف الحاجات دي اللي موجودة في الرسم التخطيطي في الدايرة التفصيلية عشان كده بقولك أول ما خش في الدايرة التفصيلية وأنا داخل في الدايرة ورسم التخطيطي في دماغي عارف الدايرة دي مش لو كانت أربع ترانزيسترات لو كانت عشرين ترانزيستر هفهمها وتبقى سهل علي وبسيط علي لأن نفهم الرسم التخطيطي بتاعها إنما أنا لو دخلت على الدايرة التفصيلية ومقاومتها ومكسفاتها هتقول إيه الدايرة دي صعبة قوي لا مش صعبة لأن انت عارف حاجات كتير جدا منها عن طريق مين الرسم التخطيطي عشان كده قلتلك هنشرح الدايرة بتاعة إرسال FM وفجأة قلتلك الدايرة من أربع وفجأة نحن مدخلين الرسم التخطيطي عشان ترجع بزهنك تفتكر لازم أشوف ميكروفون ولازم أشوف مكبر ولازم أشوف هوائي كل الكلام ده بيسهل لي أو بيفتح لي مدارك مخي أني بيقول أني أنا هشوف الحاجات دي في الدائرة التفصيلية فأنا داخل على الدائرة ومنتظر أن أنا أشوف ها عند استعداد أن أشوف ها وأنا فاهم كمان طريق عملها من من الرسم التخطيطي تعال نشوف الكلام دي على الشاشة دي يبقى إذن أشوف الكلام دي شايف المراحل دي اللي احنا اتكلمنا عليها لسه من شوية هنشوف حاجات نشوف ها فين في الرسم الدائرة نفسها تعال نشوف الدائرة طبعا في ميكروفون وفي مكبر ممنعة مضاعف تردد مكبر قدرة وحي التوليف هوائي والهوائي تعال نشوف بقى الدائرة نفسها نشوف الدائرة نفسها أهي الدائرة فيها كم ترانزوستور أربعة بينين خالص قدام مني هم هلي بدك بقى معاي هم طبعا هنا دول الأربعة الترانزوستورات اللي هيشتغلوا معاي تعال نشوف بقى كل عنصر فيه ايه الزبط تعال نشوف الكلام ده وانا رقمت لك الاربعة ترانزوستورات خلي بالك دائرة عندي ايه بدأ بين تي ار اربعة وتي ار واحد وتي ار اتنين ده الدايرة اللي موجودة عندي لأ انا هرقمهم لك بالترتيب تي ار واحد تي ار اتنين تي ار تي ار اربعة عشان ما تبقاش صعبة عليك اهو قالت بص خلي باك معايا لما اجيشوف كل عنصر بيعمل ايه انا شايف ايه في الدايرة بتاعتي انا شايف اربعة ترانزوستورات من اول تي ار واحد لحد تي ار اربعة وشايف عندي بص مكسفات اه وخلي باك بقى معايا سي واحد سي اتنين سي تمانية الله طب وفين البقى يا استاذ وسي تسعة وسي تناشر لا خلي باك بقى معايا انا لمتلك بص المكسفات كلها اللي شغالك قابلنج او مكسفات ربط او مكسفات نقل وامرار عملتها لك وقول لها ورا بعض وبلون واحد عشان تبقى عارف ان سي واحد سي اتنين وسي كم دول كلهم مكسفات نقل وامرار يبقى انت فاهم كل الطاقم بتاع المكسفات ده بينقل الاشارة من المرحلة اللي قبل و المرحلة اللي بعده وبعدين حطيت لك اربع ترانزيستورات وبعدين حطيت لك ملفات بتاعت اللي موجود فيها اللي هو منقول عليه ذات القلب الفرايت اللي هي راديو فريكونسي او تعال نشوف بقى الكلام ده جزء جزء ونشوف كل عناصر ده بتعمل ايه بالزبط نرجع تاني للدائرة زي ما قلت لك كده بص اول حاجة عندي ميكروفون ايوة ارجع بقى للكلام اللي انا كنت عايزه في الاسم التخطيط وبعدين في عندي مقاومة ضبط اللي بتتحكم في الاشارة اللي خارجة من الميكروفون وهتخش على تي ار واحد هي هتخش على تي ار واحد ازاي بص بقى عندي كل المكسفات دول الخامسة دول مكسفات نقل وامرار اللي هو مين ومين سي واحد وسي اتنين وسي تمانية وسي تسعة وسي تناشر بص سي واحد بيعمل ايه بينقل الاشارة من المقاومة المتغيرة اللي هي من مايك يعني ودخل على مين على تي ار واحد شفت سي اتنين بياخد الاشارة من خارج تي ار واحد ويدخل على مين على دخل تي ار اتنين اهو اجيب الاشارة من هون خارج تي ار واحد اهو يدخل على بيز تي ار اتنين سي تمانية ياخد الاشارة من اللي خارجة من تي ار اتنين ويدخل على تي ار تلاتة سي تسعة ياخد الخارجة من اشارة تي ار تلاتة ودخلها على تي ار 4. سي 12 ياخد الاشارة اللي خارجها من تي ار 4. بص هيو ويروح موديها على الملف ده. وبعدين على ال اوت بوت اللي هي مرحلة الاخراج اللي هو فيها الهوائي. اللي هو فيها مين? الهوائي. يبقى طيب. بنجي بعد كده عندي تي ار واحد ده شغال كمكبر. اوديو. فريكونسي. وبعدين تي ار اتنين شغال كاوسوليتر. اللي هيطلع على الزبزبة هو ال واحد سي 15. وبعدين تي ار تلاتة اللي شغال كمكبر هو. وتي ار اربعة. الاتنين شغالين كمكبرات. طبعا مكبرات قدرة. تعال نشوف ايه هنا برضو. في عندي ار اف سي اللي هو راديو فريكونسي. خلي بالك معايا. راديو فريكونسي كويل. ملفات الترد العالي. اللي هي التلات ملفات دول. راديو فريكونسي واحد اهو. البتاح اهو. ونفس الكلام اتنين. اهي. راديو فريكونسي اتنين اهو. وراديو فريكونسي تلاتة. طيب. وبعد كده عندي الدايرة دي كلها شغالة. بتشتغل على جهد دي سي من 12 الى 18 فولت. تعالي بقى نشوف كل عنصر بيعمل ايه في الدايرة. كل عنصر بيعمل ايه في الدايرة. اول حاجة عندي الفي ار. اهي بواسطة الفي ار المتغيرة. يتم التحكم في اشارة خارج او في اشارة الدخل. الاشارة الصوتية. اللي هي جاي من مين? اللي هي جاي من الميكروفون. طيب. الترانزوستور تي ار واحد هيعمل ايه? ده بيشتغل كمكبر اهو بص. مكبر يعمل تي ار واحد كمكبر زبزبات صوتية. اللي هي الاشارة هي تتخاجها من الميكروفون. ويتم الربط بين المكبر التردد الصوتي. ومؤلدات التردد العالية بواسطة سي اتنين. بص. ده اللي هياخد الاشارة. وديها المين? للمزبزب. عن طريق سي اتنين. نشوف كده. الترانزوستور. اللي هو تي ار اتنين. بيعمل كمؤلد تردد عالي مع دائرة الرانين مين? المكونة من الملف. والمكسف اللي هو ال واحد سي خمستاشر. وببسط المكسف يتم اختيار التردد مطلوب. ليه? لان المكسف هو المتغير عندي. اللي هو سي خمستاشر اهو. طيب. تعاني شوف بعد كده عندي. تي ار تلاتة و تي ار اربعة هي مكبرات ترددات عالية. ده بيكبر اللي هو زي ما عدتكم مكبرات مين? مكبرات القدرة. بتاعة التردد العالي. وشفناها في الرسم التخطيطي. طيب. ووظيفتها تكبير الاشارة الى المستوى المطلوب. تعاني شوف بعد كده عندي. راديو فريقونسي قويل. اللي هي ار اف سي. هي ملفات زو قلب في الرائد. اما الملفات الاخرى بدون قلب. اللي هي تعترض العالي. اي قلب هوائي. ويتم لف هزي. طبعا لف هزي الملفات دي يعني بعناية تمة حسب المواصفات. لان لو غيرت فيها الترد دي تغيرها على طول. وراديو فريقونسي قويل. يعني راديو فريقونسي قويل. تغزى هذه الدائرة من محول كهرابي من اتناشر الى تمنتاشر بولت. والامبير بتاعه ستة امبير. طيب. تعاني شوف بقى كده. طريقة عمل الدائرة. خلي بقى بقى معي. طيب العمل. الميكروفون. اهو. حيحول الاشارة الصوتية الى اشارة كهربية. تخش على في ار واحد. مقاومة متغيرة. يلوح واخد الاشارة دي سي واحد من المقاومة المتغيرة. ويدخلها على مين? على قاعدة الترانزيستور تي ار واحد. المكبر. يبتدي المكبر بقى ده. يغيي. بعد الاشارة ما تتكبر. هتقبقى في الخارج على المجمع. اهي. هنا عندي. سي اتنين ياخد الاشارة اللي خارجها من المكبر ويدخلها على تي ار. الواحد اللي هو اللي يعقلنا عليه. اللي شغال برضو كأسرته. تعالي بقى هنا. سي خمستاشر طبعا يبتدي يطلع على الزبزبات. نيجي بعد كده عندي سي تمانية ياخد الاشارة. اللي هي بتاعة التردد العالي وتردد المخافض اللي هي اشارة اللي تم تعديلها. تعديل ترددي. ويدخلها على المكبر الاول. وبعدين على سي تسعة. وبعدين على المكبر التاني. وبعدين على سي تناشر. وبعد كده على مرحلة مين? آآ الخارج. ده بالنسبة لمين? لطريقة العمل بتاعة آآ داية الافهم. قيم العناصر بدعة الدايرة. خلي بالك بقى معايا. اما اتكلم على قيم العناصر بتاعة الدائرة اللي فاتت دي. بتكلم على كل عنصر كم تؤديه بالزبط. واقول لك كمان البديل بتاعه. اقول لك البديل بتاعه. يعني فيه موجود. آآ مش موجود الرقم عندي. وعرفت اجيبه. لو انا عايز انافز الدايرة عملي. طب انا ما لقيتش رقم الترانزيستور ده استاذ. ممكن اعمل الدايرة برقم ايوة. في حاجة اسمها البديل بتاعه. وعشان كده هنتكلم على العناصر. وهقول البدائل بتاعة العناصر. يعني لو مسلا انت رزيزت الرقم وكزا. يبقى البديل بتاعه كزا. تعال نشوف بقى الكلام ده. اللي احنا عايزين نفهمه. ونعرف القيم بتاعة العناصر كويس جدا. عشان لو انا عايز اعمل الدايرة. اعملها ازاي. او انفزها بقيم صحيح. نشوف الكلام ده على الشاشة. اول حاجة لمقاومات ار واحد. اللي في الدايرة. كل الكلام ده في الدايرة موجودة عندي. ار واحد دي امتين وعشرين كيلو اوم. ار اتنين. اللي هي اربعة وسبعة من عشرة كيلو اوم. ار تلاتة. و ار اربعة عشرة كيلو اوم. ار خمسة. دي خلي بقى اتنين وتمانين كيلو اوم. الفي ار اللي هي المقاومة المتغيرة. الفي ار واحد اللي كنا بنتكلم عليها دي. دي اتنين وعشرين كيلو اوم. تعال بقى نشوف المكسفات. سي واحد. وسي اتنين. اربعة وسبعة من عشرة مايكروفرات. على خمسة وعشرين فولت لان لما بروح اشتري مكسف بقول له عايز مكسف كمت وكذا على كم فولت مهم جدا تحديد الفولت بتاع المكسف C3 و C13 4.7 من 10 نانو فراد C4 و C14 1 نانو فراد C5 و C6 470 بيكو فراد C7 10 بيكو فراد ده بالنسبة لمن للمكسفات وما زال من ده في المكسفات فيه عند مكسفات اللي هي مكسفات الضبط اللي هي تريمر C8 من 3 الى 10 بيكو فراد وده تريمر برزا ما قلتك مكسف ضبط C9 و C12 من 7 الى 35 بيكو فراد وبرضو كل دول مكسفات التريمر اللي هي مكسفات الضبط C10 و C11 دول من 20 الى 60 بيكو فراد بيكو فراد وبرضو تريمر C15 بيبقى من 4 الى 20 بيكو فراد تعالى بقى نخش على مين على الملفات اللي واحد 4 لفات بقطر 5 و 5 من 10 مليمتر اللي 2 6 لفات بقطر 5 و 5 من 10 مليمتر اللي 3 3 لفات برضو 5 و 5 من 10 مليمتر اللي 4 ده بيتم طبعه على لوحة التركيب وهو لفة واحدة اللي 5 ده 5 لفات بقطر 7 ونص مليمتر تعالى نشوف الترانزسترات اللي الترانزسترات ده بداية بتاعتها تي ار واحد و تي ار اتنين اللي هو تو ان بصخة دك 22 19 ده اللي تي ار واحد و تي ار اتنين تي ار تلاتة تو ان خمسة وتلاتين تلاتة وخمسين لو مش موجود اور البديل بتاعه بقى تو ان تسعة وتلاتين اربعة وعشرين او البديل التاني بي اف اس اتنين وعشرين ايه يبقى انا عرفت ده 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 الترانزستر ده اهو تي ار تلاتة الرقم اللي مطلوب كزا ما لقتوش اجيب الرقم التاني ما لقتوش اجيب الرقم التالت يبقى دي اسمها البدايل تي ار اربعة بي سي اللي هو خمسمية سبعة واربعين لو ما لقتوش اجيب البي سي خمسمية تمانية واربعين طبعا الار فريكونسي واحد واثنين وثلاتة دي ملفات زي قلب فريت تعال نشوف بقى مواصفات الدائرة بتاعتي خلي بلاك بقى معي الدائرة بتاعتنا اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية اللي فيها الاربع ترانزسترات اللي فيها الاربع ترانزسترات المواصفات بتاعتها ايه بالقيم اللي احنا حطناها خلي باك بقى معي القدرة بتاعتها بتاعت الدائرة دي تمانية واط قادي اول حاجة تاني حاجة المدى بتاع الارسال بتاعها من ستة الى عشرة كيلو متر من ستة الى عشرة كيلو متر دا دي اول حاجة التاني حاجة بعد كده عندي الدائرة بتعمل في نطاق الFM ما بتعملش في الAM كل دي مواصفات الدائرة دي بعض الدول بتعمل عليها قيود لان لازم يبقى لها ترخيص دي داية ارسال الدائرة دي لازم تكون مطبوعة ما تبقاش اسلاك لان الاسلاك دي هتبقى هتبتدي بالقوم بتعمل حاجة اسمها ساعات شاردة وكلام من دا لا لازم تبقى برينتد على الدائرة مطبوعة ولازم يكون الهوائي بتاعها مرتفع ولازم الدائرة طبعا بتتحكم وتتحط في علبة وغلاف بغطيها بيه عشان ما تتعصدرش بالعمل الجوية مش بس كده الترانزستورات بتاعت الارسال اللي في المراحل النهائية خلي بقى كويس قوي الترانزستورات اللي في المراحل النهائية دي لازم يتعمل لها هتسينك او تبريد تبريد بعمل لها تبريد عشان بص دايما الترانزستورات اللي بتستخدم في المراحل النهائية في الارسال او الاستقبال بتسخن فلازم اعمل لها تبديد للسخنية دي لان السخنية لو استمرت او ده يتحلع عليها استمرت في الترانزستور يتلف والايسي نفس الكلام دي بقى انا بعمل لها عمدت الهتسينك عشان كده بلاقي الترانزستورات اللي في المراحل النهائية في الارسال او الاستقبال خلي باك معايا بلاقي قطعة الامونيوم كده رجبة للتبريد زي بالزبط الفانا اللي بتركب على البروسيسور بس ثانيا انا بحط قطعة الامونيوم تبتدي تشتد درجة الحرارة الموجودة داخل الترانزستور تعال شوف المواصفات دي اللي انا اتكلمت عليها وازاي بنكتبع على او نكتبع في ورقة الإجابة لو اطلب مني مواصفات الدايرة اللي احنا اتكلمنا عليها تعال نشوف الكلام على الشاشة اول حاجة هذه الدائرة لجهاز الارسال في نطاق الام بتعمل في جهاز ايه ايه ااسف في النطاق الام المدى بوص بتاعه زي ومستوى متطور تصل قوة الارسال بتاعتها تمانية واط ومدى الارسال بتاعها بيصل من ستة الى تمانية كيلو متر ده الكلام دي اعتمد على مين على المنطقة اللي هي شغالة فيها يعني المنطقة والتدريس والكلام ده كله بيتمتوقف على الكلام ده بوله هذه اعتمد على المنطقة وارتفاع الهوائي يساعد على مدى ارسال اكتر لذلك يجب مراعاة الاتي بص اول حاجة عندي حيث ان الدائرة تبس في نطاق الاف ام يفرض عليها قيود ورخص في بعض الدول وبعدين يجب ان تركب الدائرة على لوحة مطبوعة وبعد التركيب تغطى بعلبة معدنية وبعدين عند تركيب الهوائي يجب ان يكون على اعلى ارتفاع ترنزيسترات الارسال بينتج عنها بص اهو حرارة عالية لذلك يجب خلي بالك معايا من عمل مبرد كافي وإلا تعرضت لبتالي اللي هو الهيت سينك اللي احنا بنتكلم عن ايه تبريد وهنشوفه ده اسمه بتاعته دلوقتي اهو دي ترنزيسترات باور سواء الترنزيسترات بسيخل في المراحلة النهاية اهو دول اربع ترنزيسترات جزء الهيت سينك ده كله هيت سينك تبريد عشان يعمل تبريد لمين للترنزيسترات ويعمل تشديد لدرجة الحرارة يطلع من الترنزيسترات عشان ما تتلافش ده شكل برضه اهو ترنزيستر متسبت على الهيت سينك اللي هو ده جزء معدني على فكرة جزء الامونيوم. بيبتدي شتت درجة الحرارة اللي هي داخل آآ الترانزوستر. وعنشوف. وعنشوف شكل تاني برضو. اهو. دهو. باين اهو. زي الفانة بالزبط ازاي بتشتت درجة الحرارة. اللي هي درج اللي هي موجودة داخل آآ الترانزوستر. كده احنا عرفنا دايلة التعديل التردودي بتشتغل ازاي. وعرفنا فايدة كل انصر فيها. وعرفنا المواصفات بتاعة الدائرة بتاعة جهاز الارسال الاف ام. بكده يبقى وصلنا الى نهاية حلقة اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة. والى ان نلقاكم في حلقة قادمة. ان شاء الله.